موسيقى مساء الخير المشهد الليلة يفتح على مثل لف جديد ومشاهد تحدثنا عن التركمان التركمان مكون موجود في العراق في سوريا في لبنان وإيران فيحاء البياتي اللي هي ضيفتنا في هذا البرنامج الليلة هي من موليد كاركوك في العراق نائب سابق في البرلمان العراقي فازت في انتخابات 2005 هي أيضا صحفية سابقة عملت في تلفزيون كاركوك سنة 1971 بصفة مذيعة ومقدمة برامج ثم عملت في قسم التركماني في الفضائية العراقية لفترة قصيرة أشرفت على فيلمين وثائقيين عن التهجير القصري للتركمان عام 2004 ناشطة في مجال حقوق التركمان وحقوق الإنسان والمرأة العراقية الآن من هم تركمان العراق؟ هنا قومي ترتبط بتركيا لغة وحضارة تتوزع في أكثر من منطقة خاصة في تل عفر وكاركوك بدأت تزايدهم في العراق لأول مرة في القرن السابع الميلادي التركمان في العراق كانوا عبر التاريخ المعاصر ضحية مجازر مارسها حكام العراق جميعا بحقهم في عهد الملكية كانوا المعارضين الأشد لفكرة الدولة العربية ولم يؤيدوا حكم الملك فيصل الأول فكانت المجزرة الأولى سنة 24 قامت بها القوات البريطانية خاصة والعراقية في عهد عبد الكريم قاسم الشيوعي دفعوا ثمن خلافه مع الناصريين وعبد السلام عارف فكان القتل والقمع من نصيبهم لتأييدهم الضباط الأحرار وكان هذا سنة 59 في عهد البعث تم تصفية شخصيات تركمانية مهمة لاتهامهم بالتجسس لطالح تركيا فيما بعد وخاصة بعد حرب الخليج الأولى ارتكب الجيش العراقي كل أنواع الانتهاكات بحقهم من اعتقالات وإحدامات وتهجير وتوطين للعرب في مناطقهم أهلا وسهلا تاريخ الحقيقة دموي ربما الكثير سيقول تاريخ العراق في النهاية هو تاريخ دموي ولكن تركمان نحن لم نلقي الضوء في هذا البرنامج على هذا المكون إلا بشكل عابر جدا مع السيد أرشاد هرمزلو الذي هو تركي أيضا ومستشار الرئيس جول كان عمرك أنت بدأت بمشاهدة مجازر كان عمرك صغير جدا عندما كان هناك يعني مجزرة يوليو 1959 اللي قامت بها قوات العراقية في عهد عبدالكريم قاسي هل تذكرين شيء من هذه المجازر؟ بدءا أشكركم لاستضافتي في هذا البرنامج المرموق لنلقي ضوء على جزء يسير من تاريخ التركمان في العراق وما شاهدته وما عشته أنا شخصيا أحسنتي في 1959 وبمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس جمهورية العراق كانت هناك احتفالات في عموم القطر ومنها كاركوك وتهيأ التركمان مثل باقي أبناء الشعب وهيئوا الشوارع وزينوها ولبسوا الملابس التركمانية التقليدية والأغاني والناس خرجت للشوارع لمشاهدة هذه التظاهرة الجميلة وأنا حين ذاك كان عمري خمس سنوات اتفقت والدتي مع جارتنا لنطلع معا لنشاهد هذه الاحتفالية خرجنا وكنا ذلك الوقت أنا وأخويا الأصغر مني وجارتنا همعدها ابني أو ولد يعني خرجنا السوى مشينا إلى نهاية شارع أطلس قريب الجسر اللي يربط بين الصوب الكبير وصوب الصغير الاحتفالات ماشية والناس مبتهجة والناس يصفقون يغنون بعد شوي سمعنا صوت إطلاقات نارية وصار هارجو ما رجو الكل بدأوا ينهزمون باتجاهات ويعني صوت احنا أطفال يعني ذاك الوقت من يعيب الضبط شنو بس المشهد مروع كل اللي يعني صار احنا جيرانتنا اللي ويانا بيت أهلها بالقلعة قريبة على المنطقة يعني فقط نعبر الجسر نوصل بيت أهلها فقالت أحسن شي مش ننهزم باتجاه القلعة وخاصة الجماهير الغاضي بدأت تنزل باتجاه شارع أطلس يعني احنا مشينا عكس بشكل معاكس رحنا صعدنا للقلعة أخذونا لبيتهم وهوية ناس يعني هم صعدوا للقلعة الأهل القلعة كلهم استضافوا خاصة النساء والأطفال أذكر في غرفة كبيرة القلعة هي من سكان التركمان التركمان أيضا قال كل سكانهم تركمان وبيهم سكانهم تركمان يعني مسيحيينهم مو بس تركمان مسلمين فكل استقبلوا وفتحوا بيوتهم آووا النساء والأطفال وإحنا هذا البيت إلى الغرفة تتسكرينها وعندنا بالبيوت القديمة الحاية تكون بي رفع عالي يخلون بيها مواد يعني زينة تاك الوقت المزهريات كذا فاش سووا اش قد أكو أطفال ويا النساء لأن الغرفة صارت مزحمة مكتظة شالوا الأطفال قعدوهم على هاي الرفوف حتى لا يختنقون بين الجسمة بقينا هناك الليلتين بعدين جوا يقالوا لا أكو جماعة لطلعون النسوان يودوهم لبيوتهم ناس متطوعين من أهل كاركوك عبر الخاصة نزلونا رجعونا لبيتنا طبعا لما جينا لقينا لبيت كلهم بحالة رعوب وشنو احنا بقينا انقتلنا الحمد لله وصلنا فلذلك إذا نريد أن نعيد هذه الحادثة في زمنها التاريخي نعم لماذا الجيش العراقي قمع مظاهرة التوركمان في كاركوك وهو يعني هذه المظاهرات كانت لذكرى إعلان الجمهورية أنا كما قلت في المقدمة أنا كان هناك خلاف بين عبد السلام عارف وعبد الكريم قاسم الحقيقة لماذا اعتبروكم أنتم من جماعة القوميين العرب والناصريين وعبد السلام عارف السيد جزيلة الحقيقة هي الجيش العراقي مقمع التظاهرة لأن التظاهرة كانت كلها اللي صار أنه كان أكو اتفاقية أساسا الشيوعيين اللي سووها العملية وكانوا مسلحين شيوعيين كابت الشيوعي فلذلك سهل غمض يعني غض النظر عن ما دا يجري فيه كاركوك من قتل للتوركمان فلذلك صارت يعني أخذوا شخصية يعني من من الذي أطلق النار على المظاهرة؟ الشيوعيين الشيوعيين كحزبيين وليسوا كجيش مدنيين مو جيش بس الجيش ظل بثكناتها القائد لأن تلك الوقت الشيوعي ما خل الجيش ينزل للشارع وظلوا ذول الغوغائيين يقتلون وينهبون يعني حتى الصور النهب إلى هذا السبالي كسروا المخازن من التجارة التركمان ينهبون البضاعة منه فلماذا الشيوعيين اعتبروا أن التركمان هم ضدهم؟ يعني مشاكل وهن جمهوريين يعني التاريخ احنا مثلا هسا قسم يقولون الأكراد سووا العملية هاللي أنعينهم أيضا من ذاك الوقت للاستيلاء على كاركوك وقت من الله مصطفى البارزاني فأكد اجتماع بين القادة التركمان ويا من الله مصطفى البارزاني قبل المجزرة بكم يوم للاتفاق بس هم ما ما تفقوا لأن التركمان يعني عدهم مبدأ أنه كاركوك مدينة تركمانية خاصة مركز كاركوك إذن صار هناك اجتماع بين مصطفى البارزاني وقيادات تركماني للاتفاق على هوية كاركوك على هوية كاركوك كردية أو تركمانية ولم يحصل الاتفاق فعند المظاهرة أنتم تتهمون الأكراد بأنهم الأكراد الشيوعيين ربما لأن المطافاتهم كلها كردية كانت يعني خاصة أنه فيما بعد لما نقرأ التاريخ والثمانية وعشرين شخص فيما بعد اللي من مرتكبي المجزرة اللي عدمهم بوقت عبدالسلام عارف صار يعني بوقت عبدالكريم قاسم انحكمه بس ما نعدمه وراها بال63 انعدموا كانوا كلهم من الأكراد بس منه كان يعني حسب ما هم الأكراد يقولون يقولوا كان هذا حزب الشيوعي الكردستاني مو إحنا الأكراد والحزب الشيوعي يقول مو إحنا الأكراد بل لذلك يعني هناك نقطة استفهام على هذا ولا يمكننا أن نفتهم أحد وما زالت نقطة الاستفهام هل هم الأكراد أم هم الشيوعيين أم اتفاق ما بين الثنين ضد التركمان يعني من ذلك الوقت وربما كما قلنا أنه كان هناك اجتماع يضم مصطفى البرزاني والقيادات التركمانية يعني هناك بينكم وبين الأكراد نوع من صراع دائم في بعض الأحيان هو صراع مصلح في بعض الأحيان هو صراع سياسي الآن ما هو وضعكم مع الأكراد ونحن نعرف أن الأكراد يطالبون بكاركوك حقيقة الصراع بين الأكراد والتركمان أو حتى التركمان في كل العصور ما صار عتم صراع مسلح ويأي جهة ما مسلحين إحنا أبدا؟ أبدا تركماني صراع مسلح ما عنده بس صراع الخلاف على هوية الأرض يعني كاركوك مدينة غنية غنية بالنفط غنية بالنفط غنية بأرضها الزراعية غنية الزراعتها تسقى بالأمطار يعني ما تحتاج إلى كذا فلذلك عليها أطماع يعني التاريخ مثل ما أريد أقولها هم يعيد نفسه من ذاك الوقت كل عينهم على مدينة كاركوك يعني بعدين إحنا الأرض عزيزة علينا وكلها أرض موروثة من آبائنا أجدادنا يعني نطالب بحقنا نعيش بأمان يعني لو الاتفاق أنه عيش بأمان صير بمستوى نفس الكذا بدون ظلم بدون قتل ترك ما الناس مسالمين لكن لما يشوفون نفسهم معارضين على طول قتل ومجازر يعني حتى بوقت صدهم ولو دا أسبق الحديث لما صار علينا كذا ضغط إعدامات وضع يد على الأملاك على الأراضي الزراعية هم من وقفنا قدامهم مسلحين هم سكتنا وقسم منهم هاجرة وتركوا والبلد صاروا يعيشون سيدة فيحام أنت يعني سنة الواحدة وسبعين كنت في التليفزيون هلأ سأسألك عن البرنامج كنا زميلات يعني نعم ولكن سنة الالف وتسعمائة وسبعين أعطوكم حقوق يعني يعترفون بثقافتكم نعم هل شعرت بتغيير ما مثلا في المدرسة في الحياة العامة الثقافية في كاركوك عندما أعطوا الحقوق للترك مال ماذا حصل فعلا؟ الحقوق نطهنا إياها بتاريخ يعني صدر القرار رسما 24 كانون الثاني 970 وهذه حقوق ثقافية فقط كانت أيضا كان خطوة من صدام لمواجهة المد الكردي والمطابة الكردية لكاركوك لأن كان عندها خلاف بينه وبين الأكراد وأكو تفاوضات بحيث وراها اتفقوا صدر بيان إذا عش آذار المصالحة بين الكراد وصدام ونطهم منطقة الحكم الذاتي اللي هو أربيل سليمانية دهوك بالنسبة لنا الحقوق الثقافية اللي أخذناها ما طولت أكثر من سنة أو سنة ونصف السنة السبعين أي أعطوكم ماذا تغير على الأرض يعني أعطوكم حقوق ثقافية وحقوق اللغة تضررنا كيف تضررتم تضررنا إذن يكون نوادي ثقافية نفتحت مدارس تركمانية ورا سنتين هاي المدارس الأطفال صاروا مرحلة احنا بالنسبة عندنا مرحلة الابتدائية ست سنوات كملوا الصف الثالث الابتدائي اللي يجون للصف الرابع الابتدائية اللغة الدراسة التركمانية دولة الأطفال اللي هي لغة تركية احنا كنا أنا بالنسبة اللي كنت متجاوزة ذاك الوقت أنا بمرحلة ثالث متوسط لما ننطعنا الحقوق التقافية احنا المتوسط ما مشمولين بها لأنها انشملت من المرحلة الابتدائية انتو تتحدثون التركية احنا نتحدث لغتنا بالبيت يعني الشي جيد بالتركمان قدرنا نحافظ على لغتنا وثقافتنا وتراثنا بجهودنا وبواسطة عوائلنا من دون وجود مدارس خاصة اي ما كان يكن مدارس خاصة مثلا انا اتحدث التركية التركمانية واكتب واقرأ من خلال وجود يعني كان عندنا خلنرجع شوية نعم لي ورا كيف حفظتم على اللغة يعني مصارت مجزرة كاركوك سنة 59 وراها عبد الكريم قاسم طلع في افتتاح كنيسة في بغداد اعلن انه هذه كانت فد وصمة عار وكذا هو ما عنده علمية واعتذر خطأ وراها انطعنا حق فتح نادي تركماني في بغداد سنة 1960 ففتحوا نادي تركماني نادي الاخاء التركماني سنة 1960 وورا سنة من تأسيس النادي سنة 1961 النادي اصدرت مجلة بنفس الاسم مجلة الاخاء قرداشلق باللغتين العربية والتركمانية فلذلك احنا الناس الاكبر مننا بالعمر اللي كانوا يجيدون اللغة قاموا هم يعلمون جهالهم اطفالنا يعني والدتي الله يرحمه هي علمتني شون اقرأ اللغة التركمانية بالمجلة يعني هاي المجلة حافظت على الكثير من تقافة وما زالت التلفزيون بـ 68 انت 71 كنت مزيعة في التلفزيون يعني حفظت على اللغة دموعا ما لا انا كنت مزيعة باللغة العربية وعندي اخت اصغر من عندي كانت مزيعة باللغة التركمانية طيب كنت مزيعة باللغة العربية نعم في القناة التركمانية هي تلفزيون واحد كان اللي هو للتركمان سنة 68 انفتح كان البث بي عربي كردي تركماني سرياني اربع لغات انبث كان احنا عدنا نص ساعة السريان عدهم نص ساعة الكراد عدهم ساعة والبقية تلبث باللغة العربية في سنة 2000 صارت فضائية هم انطونا حق ساعة بس باللغة التركمانية اني ذاك الوقت كنت ساكنة بغداد فزملاء القدماء يعرفوني اتصلوا بي قالوا راح يبدي بس تركماني بالفضائية العراقية محتاجين مذيعة فنحب تكونين انت لين عندش خبرة كذا ما نحتاج ما نتعوياش تدريب يعني خلينا نقول يعني استمرت هذه اللغة حتى نقول في القنوات العامة يعني لم تختفي من القنوات العامة في أي وقت من الأوقات ولكن في نفس الوقت لم تستمر مثلا القناة الفضائية وراء ست شهور الساعة صارت نص ساعة صارت مختصرة بس على أخبار بعدين وقفوها بعدين ردوا ورجعوها يعني مو تقولين أخذت تتطور تزداد أكثر فأكثر لا هي تبدي كبيرة بعدين يقلصوها يقلصون حقا سيدة فايحاء زوجك كان مهندس في التلفزيون الله يرحمه وقتل نعم تقولين أن الأكراد قتلوا نعم كيف؟ كيف؟ كان عندنا محطة تقوية بث على جبل أزمر في بداية الحرب العراقية الإيرانية الطيارات الإيرانية قصفت المحطة طبعا المحطة هذه بالأحرى النضيدة يسموها النضيدة تقوية بث مربوطة بمحطة تلفزيون كاركوك والمشرف المهندس على المحطة كان المرحم زوجي المهندس محمد أحمد فشكله لجنة برعاية سيد وزير الثقافة والإعلام ذاك الوقت لطيف نصيف جاسم من مهندسين فهو اقترح أن يكون المهندس المسؤول عن هذه العملية المرحم زوجي لأن دخل دوراته يعني لإصلاح الإصلاح النضيدة نعم فهما أخذ قروب من الفنيين ويا راحوا فلما شافوا فحصوا المحطة كتب تقرير أن هذه المحطة ممكن تتصلح وصلحوها كملت بدأ يصير بث جوي عليهم بالضبط يوم الأربعة دخلوا من المسؤول عنكم من تش لا تسوون هناك فقال وإحنا جايين صلحنا المحطة ومهندس المسؤول قدموا زوجي فإجه وقال إي صحيح صلحنا ذاك الوقت أكو حركة الصيام بالشمال هم صارت فحسب ما حتالي الله يرحمه قال نصا قالوا إحنا ما نريد تلفزيون ما نريد نشوف صدام قال طمام يريد يهدئ الوضع قال لا تشوفون صدام نحن نصلح المحطة شوفوا أغاني كردية شوفوا التمثليات كردية يعني عندهم جيد كان مسلسلات يعني الفن الكردي وصل إلى مرحلة راقية جدا فرق موسيقية غنائية قال نحن نبثلكم هاي شوفوا هذا و لما يطلع أخبار صدام أغفلوا الخط أغفلوا القناة أي بس هم هددوهم قالوا تمام نحن سراح نسامحكم بس لا ترجعون بعد هم الخميس يرجعون السبت ثاني مرة يرحون إلى أزمر فلما الخميس رجعوا الكركوك سووا واتصالات ويا بغداد ويا الوزارة الوزارة قامت سوى اتصالات ويا الاستخبارات والمخابرات والأمن وكذا فقالوا لهم لا أنت روحوا يوم السبت وإحنا بلغنا السليمانية راح يطلعون وياكم قوة حماية أما الجيش ما استمروا إياهم إلى قمة الجبل إلى منتصف الطريق وهقف قال إحنا ورا هذا بعد ما نقدر نطلع أكثر إحنا ليه حد هنا حمايتنا لكم أنتوا كملوا الطريق رجعوا دولا كملوا الطريق قريب ما يوصلون إلى قمة الجبل طلعوا عليهم العصابات رموهم إطلاقات نارية بحيث السيارة كلها صارت إطلاقات نارية والجماعة اللي انجرح يعني عندما تقولين عصابات هذا يعني أنه ليس يعني ليس في تنظيم معين تابع لفريق سياسي أنهم ناس يعني غوغائيين وليس يعني لا نستطيع أن نقول جهة معينة سياسية يعني خلي أنا أستعمل كلمة عصابات بلغة ذاك اليوم نعم هما بيشمرق بس الحكومة كانت تسميهم لأن كانوا على أساس يعصون الدولة هما كانوا أساسا بيشمرق لأن هذا حتى صار عندي حدث بي وراء ثمان سنوات يعني أنا حتى لما أنا أفكر بيأقول شنو لو أحكي الناس يقولون هذا فيلم هندي يعني فتحالة صارت يعني بحيث عرفت القاتل بالضبط منه أي ف لما الشسماء المرحوم هو الوحيد اللي طلقه صارت براسة فلما صارت براسة أخذوهم الجماعة البقية أخذوهم أحياء والمرحوم تركوب مكانه ورسبوع رجعوا سلموهم طبعا بمفاوضات بين الطرفين الآن لما نجوا وشفنا الفنيين كذا يعني الله يحفظهم وينطيهم صحة وعافية كل واحد أجل ونصيبة كلهم رجعوا وهذا ما موجود بيناتهم لما نسألنا قالوا لا احنا من أول يوم أخذونا واحد هو أخذه واحد بس هو ظاهر مو أخذه واحد تركوه بالمكان اللي قتل فيه قتل فيه صدفة كان شهر واحد ثلاثين واحد يعني ذاك لوكت برد ومطر ثلج نازلت ثلج ذيك الليلة وثاني يوم ثلج بحيث باقي جو الثلوج حيث حفروا ثلج تقريبا من خمسة وسبعين إلى مئة سنتم إلى أن لقو الجثة يعني لو ما ثلج لو ما ثلج يمكن كان حيوانات الجبل سيدة فايحة هل العائلة تهجرت مثل ما تهجر الكثير من التركمان خاصة عندما يكون هناك انتفاضات في حرب الخليج الأولى وكان هناك طبعا اعتقالات وأعدامات وقمع في عهد نظام صدام حسين في عهد نظام صدام هل أنتم تهجرتم لا أحنا شخصيا أحنا عائلتنا ما تهجرنا نعم ولكن شفت أحنا عائل تهجروا نعم وخاصة يعني بعد حرب مثلا بالثمانينات نهاية السبعينات لما انسحبت الحقوق الثقافية من عدنا بدأت حملة اعدامات خاصة بالمعلمين التركمان شخصيات كلهم من عدمهم اللي اتهموهم بالتجسس لتركيا في وقتها يعني معلمين تركمان لأنهم تفضوا يعني رفضوا أنه ليش ينسحب القرار منها ليش تنغلق المدارس لا هم يعني سووا مظاهرة طلابية وي المعلمين سنة 72 نهاية 72 لأن بدأت تقليص المدارس التركمانية بالمعلمين اللي كانوا شاركوا وحتى قسم من الطلبة أخذوهم وقسم من حكمه مدد طويلة خمس سنوات عشرها عشرين وقسم انعدموا بتاريخ تسعة تموز 1980 يعني نهاية انحكموا وبعدين انعدموا وراها انعدموا أربعة قادة تركمان 16-1-1980 لأي سبب دولة اتهموهم بالتجسس كانوا يساعدون الطلبة تركمان في بغداد خاصة من ذوي الدخل الواطئ هيقولهم قسم داخلي ينطوهم مصرف جيب يدعموهم يردون يتخرجون بالكليات لأن كركوب ما بيها كليات ولا جامعة فكان كل طلبة كركوب يداومون ببغداد سيدة فيحق لنتحدث عن وقت أقرب من ذلك واضح كيف كان مأساة في الموضوع المكون التركماني ولكن عند سقوط نظام سيدة الحسين انت رأيت الجيوش الأمريكية داخل بغداد رأيت ما جرى في بغداد وبعدين حوادث كركوب كل جد أجي أول أيام حالنا حال بقيت الشعب العراقي قلنا هذا هو راح تجي الديمقراطية والحرية كذا بعدين لما نتأسس مجلس الحكوم شفنا التركمان السياسي مبعد من المجلس جابوا يعني هما من اختيارهم الأمريكان أو الأكرار إلى هسه امرأة تركمانية ما لها أي علاقة بالسياسة ولا أعتخل فيه السياسي ولا منتمي إلى من أين أتوا بها يعني من كركوك كانت بعد السقوط تأسست اتحاد نساء تركمان في كركوك بدأت تذهب إلى الاتحاد أما كيف أصبحت التواصل بينها وبين الأمريكان بحيث نصبوها في مجلس الحكم إبعادا عن الأحزاب التركمانية طبعا رؤساء الأحزاب لما سألناهم قالوا اتفاقية أنقرة هناك شروط فرضوا لدخول القوات الأمريكية العراق التركمان ما وافقوا على تقسيم العراق رفضوا التقسيم لذلك كانت عقوبة أمريكية لنا ومن جهة أخرى رفض البرلمان التركي فتح الطريق للجيش الأمريكي لدخول العراق من الشمال كانت ردة فعل ردة فعل يعني احنا من طرفين أذتنا أمريكا شون بالأربعة وعشرين بريطانيا لما التركمان رفضوا الاعتراف بتنصيب ملك فيصل أنه مو عراقي وكذا وصارت صاروا احنا أعداء بالنسبة لهم هم شون نفس الحالة صارت ويا أمريكا لأن ما نقبل تقسيم العراق لأن تركيا منطط طريق منه دفع الثمن دفع التركمان فلذلك هم مشن السياسيين أنت رجعت دخلت البرلمان لنقول سنة بانتخابات 2005 بعد سقوط النظام بسنتين هل من مشهد لاجتماع ما في هذا المجلس عن حقوق التركمان تتذكرين ومن كان يقف ضد هذه الحقوق اجتماع ما مهم في هذا البرلمان أنت شاركت فيه هل يمكن أن تحدث هنا أهم أهم ما طبعا نحن بالبرلمان لما ندخلنا برلمان نحن عراقيين ندافع عن كل أبناء الشعب العراقي بالتساوي على القرارات على كذا أما النقطة المهمة صارت ذاك الوقت موضوع تلعفر نعم تلعفر صارت بها مشاكل تفجيرات والأمريكيين يعني قصفوها والأمريكيين يردون نحن وراء القصف رادوا دخول بري لتلعفر نعم هذا نحن رفضنا حتى يجي وزير الدفاع استضافة للبرلمان ذاك الوقت يشرح الخطة نحن تركمان اعترضنا قلنا مستحيل نقبل قوات برية تشتاح تلعفر وإلا ما رح يبقى أي إنسان هناك فلذلك قرروا تشكيل لجنة من البرلمانيين يعني تركمان وعرب وأكراد من كل الفئات يشكلون لجنة يرحون لتلعفر يدارسون الوضع ويسوون يعني حل لأمرهم فهذه كانت يعني كل خطوة زينا أنه مقبلنا قوات برية تشتاح تلعفر في ذاك الوقت مثل ما قالت تلعفر وتلعفر وكاركوك دائما يعني يعني في عليهم الكثير من القصف والأخذ والراد وداعش اقترب من كاركوك وثم يعني لم يعد في كاركوك وتلعفر وهناك يعني سيدات تركمانيات اختطفوا من قبل داعش نعم أنت ذهبت لطريقة العشائر اللي بناتهم حياتا خطفوهم داعش والتقولين في برنامج على البي بي سي في برنامج دنيانا أنه العشائر اعتبروه نعار عليهم نحن قلنا كجمعيات نسوية خليني شكل فتخلية عمل منها سنبدأ نتحرك على العشائر إن هيئة جو لما نتحرر موصل وتتحرر هاي النساء وهسا عدنا بعد لمن تتحرر حويجة هم عدنا نساء بمعسكرات داعش بالحويجة ولا يتحررون خلين هيئ جو لإستقبالهم نعم فلذلك قمنا سوينا زيارة ذهبت إلى العشائر ماذا قال يرفضوهم رفضا باتا يعني إذا تحرروا من داعش هلأ أكيد في ناس تحررت من داعش بمعركة الموصل الآن ايه لا مهم أكثرهم بالتلعفر بالتلعفر بعد مبادئ حركة التحرير إذن هنه ما تحرروا الترك لا بعد هنه رح يرفضوهم شو رح سير هل فيه خطة به لهذا الموضوع والله يعني ذول موقفهم كلش فيه خطر يعني لازم يكون عندنا كمنظمات مجتمع مدني كمنظمات حقوق إنسان أو حتى كحكومة عراقية خطة لاستلام وإيواء هذه النساء وإلا العشائر ما تبقيهم ماذا يفعلون يقتلوهم لأنهم عار لأنهم عار هاي الطبيعة العشائرية يعني هواية السماعة تمنى عدة حتى شخص يعني أنا اعتبرته من المثقفين فقلت أحكي ويا أخليهم يصير واسطة بيننا وبينهم رد قال هذا الموضوع غلقي إحنا نساء تركمان لدى داعش ما عندنا نصا قال ما عندنا نساء تركمان لدى داعش فمن يعني هذا جواب خطير كلش يعني السيدات إن كانوا بين داعش أو بين عشائرهم تقريبا نفس الشيء اي فينا نقول انه نفس الشيء العشائر انتو شو علاقتكن الحقيقية بالحكم في تركيا مع من تركيا يعني ما هي العلاقة المباشرة بين التركمان والحكم في اسطنبول في أنكرا ما عندنا علاقة مباشرة أبدا 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 يعني علاقة مباشرة مثلا نقول احنا صحيح عندنا تواصل ثقافي وياهم نعم عندنا تواصل اللغة تواصل الدين يدعمون يدعمون خاصة في موضوع الأحبر والنازحين والتركمان اللي من زمن صدام اللي تعرضوا إلى ضغوط وعدمات وطلعوا أكثرهم استقروا في تركيا طبعا في اللي راحوا دول أوروبية هواية انتشروا حتى في أمريكا أما الأكثرية بقوا في تركيا ليش؟ لكونها دولة إسلامية وإحنا تركمان يعني عائلة محافظة أكثرهم فمرادوا يطلعون عندهم أولاد وبنات يندمجون بمجتمع الأوروبي فبقوا في تركيا يعني أكوة تركمان في تركيا صاروا ثلاثين خمسة وثلاثين سنة عايشين في تركيا طبعا انت كناشطة السياسية اليوم انت تجتمعين مع كل الأحزاب العراقية الجهات العرقية تجمعين أنت والأكراد والأكراد وضعوا العلم الكردي في مدينة كاركوك ماذا فعلت سيحاء البيات بالنسبة لمدينة كاركوك هي من المناطق المتنازعة عليها لكن السياسات في تركيا وخاصة بس احنا طبعا كاركوك تركمانية كذا كذا بس لو نيجي الأمر الواقع نلقى الحكومة في كاركوك كردية يعني المناصب الأمنية الشرطة المحافظ مدرع عامين الحكم المحلي يعني نوعا ما هو كردي كل هم كرات زين احنا التركمان يعني ما عندنا كان حصتنا مديري العام للتربية ورد ما طلع مدير العام تقاعد جابوا مدير عام وكالة شخص عربي بقى سنة سنتين وبراها ثبتوا مدير عام من القومية العربية في المدير العام لتربية كاركوك يعني هذا الموقف خسرنا رئيس مجلس محافظة كاركوك كان تركماني طبعا مجلس كاركوك من 41 شخص 26 كردي 9 تركمان اعتقد 6 أو 8 عرب ومسيحيين يعني 41 المجموع المهم احنا تسعى بيها كان اتفاق بين الاكراد والعرب والتركمان توزيع المناصب في كاركوك بالبداية طبعا من طوائلنا بعدين اتفاق ثاني بتدخل جلالة طالباني صار موافقة سلموا رئاسة مجلس كاركوك للتركمان رئيس مجلس تركمان اترشح للبرلمان وفاز وراح من سنة 2014 إلى هسة خلوا رئيس مجلس وكالة كردي ومن طعنا إياها بعد رئيس مجلس قضاء كاركوك الله يرحمه منير القاف اللي كانت ركماني ورا الانتخابات ما 2014 عدة أيام اختاله وإلى هسة مكان شاغر ما خلوا واحد تركمان ماذا بقي لكم من المناصب حتى وزيرنا وزير حقوق الإنسان لما دكتور العبادي سوى تقليص للإصلاحات الوزارة اللي ألغاها وزارة حقوق الإنسان اللي كان وزير تركماني ولكن في البدايات كان كردي وزير حقوق الإنسان اللي بعد 2014 اللي صار انطه صار تركماني وكان بالتقليص اليوم بمن تلتقين للقضية التركمانية ماذا يحصل عمليا على الساحة السياسية أنت مسؤولي عن هذه القضية وناشطة بمن تلتقين ما هي الوعود هل هناك مثلا هل تذهبين إلى الإيرانيين ربما نقسم الشيعة ممكن يرحون لأن أحزاب شيعية ممكن يلتجون إيران وعدنا أحزاب قومية يلتجون لتركيا لطلب الدعم طيب آخر نتائج هذه الاتصالات ما هي آخر نتائج هذه الاتصالات على الصعيد السياسي كان عندنا مؤتمر يوم 16 و17 مايس في بغداد القوة السياسية التركمانية كلها اتحدت الأحزاب الدينية الأحزاب القومية كلها اتحدوا برعاية أمين عام الأمم المتحدة ورئيس البرلمان العراقي دكتور سليم الجبوري فالحضور كان جيد ومثل أمين العام كان جاي وسليم الجبوري شخصياً هو ألقى كلمة دكتور عمار الحكيم وقدمنا مجموعة من المطالب التركمانية اللي هي موفد مطالب تعجيزية يعني مطالب كلش بسيطة ولو نرجع للتاريخ نلقى هاي المطالب نفسها احنا طالبها سنة 1970 يعني من 1970 حتى الآن حتى الآن مدى نطالب في شيء تعجيزي يعني كلها نريد دور سياسي على الساحة العراقية نريد الحفاظ على التراث والثقافة التركمانية نحن نريد الحفاظ على اللغة الفرق الوحيد سنة 1970 احنا مطالبين تحويل قضاءة اللعفر إلى محافظة هس طلبنا تحويل قضاء طوص خرمات وتلعفر إلى محافظة لأن قضاءة طوص خرمات من الأغضية الكبيرة في العراق مستحقها أن تكون محافظة هي أيضا 80% منها تركمانية وإذا تتعرض إلى انتهاكاتها سيعني مشاكل هواية بتوصها مع دنا يعني كل هيدا بتكون يهم بمحافظة تركمانية يعني هيدا طلبكم ايه تطوص وتلعفر أن سويهم محافظة تركمانية يعني طلبات بسيطة الآن اللغة تدرس في المدارس تدرس حاليا نعم تدرس في عندكن أندية ثقافية وتراثية موجودة أدنا نادي الوحيد هو نادي الأخاء التركماني اللي تأسس سنة سبتين وفتحنا لفرعب كاركوك بعد السقوط لأن وقت صدام اللي هو موجود في بغداد ايه كان ممنوع نادي الأخاء التركماني يفتح فرعب كاركوك فتح فرعب أربيل وفتح فرعب الموصل أما كاركوك كان ممنوع أنتم غير موجودين في الحكومة لأنه بالتقليس الميزانية لم يعد هناك وزارة حقوق الإنسان في العراق أنتم موجودين في البرلمان نعم موجودين في البرلمان يعني أنا أتمنى أن يكون هناك عراق جديد الآن وأن تتحرر التركمانيات من تلعفر إن شاء الله نلتقي بإحدهن ويكون في عندهم حل لأنهم بين شرين كما نقول أو بين جهتين بيرفضوهن الحقيقة أنا بدأ أشكرك سيدة فيحة البياتي أنا ما كنتعرف أن البياتي هنا تركمان ولكن قتيلة البيات تركمان كلهم يعني أصلا تركمان وتحدثنا قبل الحلقة عن الشاعر عبدالوهاب البياتي بأنه أيضا هو تركماني شكرا لوجودك معنا على شاشة البي بي سي إن شاء الله نكون يعني فتحنا ولو هيك نافذة صغيرة عن القضية التركمانية في العراق شكرا للمشاهدين لوفاء وإلى اللقاء الأسبوع المقبل شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين